ناقش اجتماع عقد بمحافظة لاحش برئاسة محافظة المحافظة لوارك نحمد تركي مصفوفة عدد من المشاريع الخدمية التنموية التي ستقدم إلى الحكومة وناقش الاجتماع مشروع مصفوفة في مجالات التعليم والطرق والصحة ومياه والصرف الصحي والكهرباء إضافة إلى مشاريع صندوق النظفة وأكد المحافظة على أهمية توحيد الجهود لتطوير البنية التحتية في المحافظة مواجهة مدراء المكاتب التنفيذية والخدمية سرعة إعداد مصفوفة المشاريع التنموية